في تصريح لصحيفة الرأي ينشر مفصلا بعددها الصادر ليوم غد قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة إنه إذا لم يهزم وسطاء إيران في سوريا فسيأتون إلى منطقة الخليج معتبرا أن البحرين لم تبادر إلى العداء مع حزب الشيطان حسب وصفه كما أوضح أن الحزب قد صرح مباشرة بأنه على علاقة بما حدث من أعمال إرهابية في البحرين مشيرا إلى أن إيران تحارب في البحرين وتحارب في سوريا كما كشف الشيخ خليفة عن وجود خلايا وميليشيات بغطاء إيراني في دول مجلس التعاون ودول عربية بعضها نائم وبعضها يتحرك بحذر لتنفيذ أجندة طهران داعيا إلى مطالعة الأمور بمنظارها الصحيح كما طالب بإرسال قوة عربية موحدة إلى سوريا لوقف المجازر مضيفا إنه لا مانع من تدخل قوات خليجية أيضا حتى لا تقع حرب إقليمية والمزيد من التفاصيل تجدونه في اللقاء الذي ينشر في جدير